السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم متابعيني جميعا على قناة انفو تيك فور يو معاكم مروة سليمان وفيديو جديد فيديو ان شاء الله يكون مفيد زي ما عودناكم على قناتنا النهاردة جاي اتكلم عن تحديث جديد من تحديثات بارد اي اي النهاردة التحديث جالي عن طريق الايميل لقيت بارد باعت ايميل بيقول لي ان بارد ايميج جنريشن is here دلوقتي تقدرناك انت تعمل صور داخل بارد وبيديني كده فكرة عن شكل الصور اللي جوه بارد وازاي ممكن انا اعمل البرامت او الامر داخل بارد ممكن تروح تعمل تشاك على الايميل بتاعك او تروح لبارد على طول زي ما تحبي بيديك هنا البرامت انجينيرينج كتابة الامر بيكون عامل ازاي علشان تاخد فكرة عنه هنا مثلا generate a photo realistic image انت هنا بتعرفه ان انت عايز realistic image للحاجة اللي انت عايزها عايز زومينج على الصورة كل المواصفات دي لازم تحطها فهو بيديك الهندسة الخاصة بالامر بيكون شكلها عامل ازاي لان زي ما حنشوف دلوقتي مع بعض مفيش موديل بنشتغل من خلاله احنا بندي فقط حتى الان طبعا برد كل يوم بيتطور وصف فقط للصورة تعالوا نشوف مع بعض ازاي نقدر ان احنا نستخدم جوجل بارد وحالطول اقول create your own images حينئني على الاكاونت بتاعي على بارد اي 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 وحبتدي معاكم نشوف شكل الصورة بتاعتنا حتكون عاملة ازاي حبيت بقى ان انا اروح ليونارد اي 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 علشان نشوف صورة من الصور المعمولة بليونارد اي 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 اخذ المواصفات بتاعتها عشان اقدر اقارن في الجودة اللي هتطلع لي من بارد فمثلا على سبيل المثال حاروح للفود صورة زي دي كده مثلا ومن خلال الامر حتدي اروح لبارد وهنا حقوله generate an image هنا ممكن اقوله generate a realistic image ممكن اضيف انها تبقى realistic image اتفقنا ان ما فيش موضل هنا انت بتقوله انت عايز الصورة انامي realistic نحة ايه بالظبط ويه بتبتدي ان انت تعمل سطمات عشان نشوف النتيجة عاملة ازاي ونشوف بارد اي اي حينتج لي ايه دي الصورة اللي اعطها لي انا شايفة ان هي realistic photo طب معجبتنيش الصورة اعمل ايه حرجع مرة تانية اقول له generate more اديني صور اكتر عشان اختار ما بينها فهنا هيبتدي ينشئ لي صور اكتر هلاقي ان الصورة دي مثلا الجودة بتاعتها افضل واحسن التفاصيل بتاعتها احسن في الحالة دي بروح بمنتهى البساطة اعمل download بالfull size هنشوفها كده بعد ما تحمل شكلها هيكون عامل ازاي دي الصورة بتاعتي جودتها ممتازة والتفاصيل بتاعتها ايضا ممتازة تعالوا بقى المرة دي يعني نكتب احنا ما نستعنش باي حاجة تانية هنا نحكد الامر طبعا اكيد ليونارد واي افضل ولكن يعني ايه دي تجربة لسه برد يعني لسه في البداية فممكن يعمل شغل بعد كده اكتر او تضيف اكتر او تضيف موديل نشتغل بيها هنشوف بعد كده ايه اللي حيحصل شوف كده حيديني ايه حروح ادوس انتر ايه دي الصورة بتاعتي مش بطالة كويسة عالوا كده نشوف حاجة تانية جنريت مور انا شايف ان الجودة لسه يعني في البداية ولكن دي حاجة كويسة ايضا يعني بداية كويسة في بارد اي اي زي ما عودناكم دايما بنتكلم عن التحديثات اللي بتنزل في بارد اي اي فكان لازم نتكلم عن التحديث الجديد من بارد اي اي وهي انشاء صور باستخدام الذكاء الاصطناعي داخل بارد اي اي تمنى تكونوا استفدتم من فيديو النهاردة فيديو بسيط ممكن تروحوا دلوقتي تجربوا وتشوفوا لا ربما يعجبكم الانتاج بتاعو اشوفكم فيديو قادم باذن الله تعالى على قناة كل يوم موقع جديد وزيان بقول لكم في نهاية كل فيديو ما تنسوش تعملوا سابسكرايب لقناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد تمنى تروحوا تشوفوا بقية الفيديوهات اللي بتكلم فيها عن بارد اي اي بقى في حاجات اكثر تخصصا واكثر شوية تفاصيل عن الفيديو بتاع النهاردة البسيط واللي متابعيني الاعزاء ما تنساش اللايك وشيروا الكومنت دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة